استشهد 27 فلسطينية نتيجة غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب القطاع حيث أصابت الغار منزلين يضمان نازحين فلسطين فروا إلى جنوب القطاع المحاصر يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن الجوع واليأس يدفعان سكان قطاع غزة إلى الاستلاء على المساعدات الإنسانية محذرة من انهيار النظام المدني هنا من يودع أحباته لآخر مرة بينما هناك من يبحث عن أقاربه وسط العديد من القسس وسالس يحمل قسة أبنائه وأحبائه لدفنهم تلك هي المشاهد التي باتت مألوفة في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي منذ نحو سبعين عاماً على الحرب لا يزال عدد الشهداء يرتفع مع تواصل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع حيث واصل عدد الشهداء إلى أكثر من 18 ألفاً وثمانمائة شهيد فضلاً عن إصابة ما يقرب من 51 ألفاً غارات إسرائيلية مع كل ساعة في قطاع غزة فمدينة رفح جنوب القطاع كانت على موعد مع غارة أدت إلى استشار 27 فلسطينيين حيث أصابت الغارة منزلين يأويان نازحين فلسطينيين فروا إلى جنوب القطاع المحاصر في المنطقة جينا جرينا هنا لدينا ناس مدبطعة ولا مصابط للعنة من هنا كلهم شهداء أطفال صغار وانت عارف مدينة رفح أقل إش بيت فيها بيه يمكن عشرين نازحة العديد من الجسس دفنت في خندق كبير بفواصل من الكتل الخرسانية تستخدم كقبور مؤقتة نظراً لقلة المقابر وكسرة عدد الشهداء وفي وسط القصف المستمر حذرت الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة مراراً وتكراراً من انهيار النظام المدني في قطاع غزة حيث أوضحت المنظمة أن المساعدات الإنسانية ضئيلة مقارنة بضخامة الاحتياجات مما يجعل الوضع أكثر استحادة